السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب نرحب بكم كامل في قناتكم المتواضعة والمتنوعة يوميات الفراشة لبليدية اليوم دت لكم فيديو جديد روتين متنوع خفيف وضريف إن شاء الله يا ربي يلقاكم في أحسن الأحوال إذن كما راكم تشوفوا درنا طعم شعير بالجلبانة وصنعت معاكم واحد الصابون لإزالة التصبغات و لتبيض البشرة و لكامل الجسم تبعوا الفيديو للآخر اشتركوا في القناة اشتركوا ويفعل زر الجرس سباح يوصلكم كل جديد مرحبا بكم نبدأ وعلى براكة الله بسم الله كما راكم تشوفوا صباحة تعيين نط نط اليوم مدك دقا سراحة انا عييت نفس الروتين كل يوم وكشنها تعراحة هنا انا ضروري نشرب هذه القهوة صباح لله ما نقدر نستقنع على القهوة تعيين نشرب قهوة حليب ماد مراها نزيد كويس قهوة كحلاء مراها قبل أن ننسى الرجيم التاعي دائما 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 لبنات خاصة اللي رامي سقسوا فيها قولكم صح ماليش نكثر لكم روتينات على خطر ان نزلكم وصفات رمضانية نشرب قهوة ايضا حبيت نوري لكم القلب اللوز اللي درته معكم في فيديو قلب اللوز اكس براس تاع الميكسوه وش نقول لكم الناتجة تاعو اراعي امامكم هذه كنت سنية وادرتها للجارتي بعد ما شاهدت القلب اللوز اللي درته سوف يدب الراس كي ازمة الصناعية سنية وادرت لها ونحيت لها هذه الحبة حتى نوريها لكم هنا راهي بيتها وش نقول لكم جربوا هذا القلب اللوز والله والله ما عندوش يعني فرق بينه وبين تعبره جمع عز المشاء الله وبنين بنين يهبل 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 يعني خاصة اللي بعاد على المحلات ما يقدروا شي شروع ولا تبعوا هذا الوصفة راهي جدا ناجحة تاع القلب اللوز على الظمتي راهي اه في القناة ونحطها لكم في صندوق الوصفة كنت سأكروني بارك على خاطر انا ننسى، ننسى، ننسى بل بزاف بزاف واسمحوا لي لي طلبوا مني وصفات ولا كش اسئلة ولا مرديت شعليكم والله هياكم تحسوا وعلى بات لما تحسوا بيا ألا بات لعجم مساريا كامل نعاني من هذا النيسيان، والله هياكم اذا كنت سي عمل مره ننسى والله استمحوا لي بل بزاف لي مرديت شعليكم وما اذا كش اسئلة ولا مديروش علييا اعذروني يا برك المهم اليوم مراش نجيبه في الجاج احنا رانا قطعين الجاج رانا فيت العشرية مجبناش الجاج ونقول يعني لنسا اللي كانوا مخبيين الجاج انها اللي كان يدير عشرين الالف قولكم يعطيكم الصحة فحلة ونص انا ما خبيت لاوال و لعبتها شاطرة المهم اللي بنات اللي احنا راح ندير طعام تاع الشعير ندير طعام الجلبانه حاجه خفيفه و ضريفه و حاجه صحيه و حاجه تعليه ويجيب بزاف ابنين وايضا جاب لي الجلبانه رغم انه راهي غالية بس حوش تحبوه وقت الجلبانه يعني هي موسمية بلخفت خلاص ما تبقى يعني ديش هكذا يا راهي بدأت تاعصى صراحة انا نكرح نقشر الجلبانه اكرح حاجه عندي نقشر الجلبانه شوفوا ديما كي شريلي الجلبانه ديما عاية الجارتي تقعد نحطيها لها وهي تقشر و نراني نخدم في حاجه واحد اخرى بسرح اليوم حكمت بنتي قوت لها قشريها و قاعده باش ندير منها الطعام و شوية ندسها هذا المره جلبانه البنات مازال ما تسيتش و الفول الخضر مازال ما تسيتش بالنسبة لي على الفول الخضر انا ننسنا الفول اللي نقدر ندسه بلا ما نسالك استعلمات البنات بلادنا نقول لكم كيفاش نحترف به حتى يقدر تقبيه واحد عام هو الجلبان والجلبان راية جديز و اعمل مازال طمال مشبه و شوية اخرى المهم بعد ما قشرنا على ذيك الجلبان كما راكوا تشوفوا انا الدخلات على اليزيسكالي تاعي دايمن نحب نقيها لا ما سيقتهاش دايمن نكنسوها يا نايا البنتي يعني ولا حتى أولادين أعطي لهم يكنسو كامل البلوك حتى الدخلات يعني تعرف بلوك بره هذي هي وهذه الوردة جبهة لي وليدي باش نغرصها كنت غرصها مقبل دايمن يقطعوا لهذا نوار دراري صغار وكام يطلعوا في الدرج يقطعوا لي يعني ما يخلوا ليش نوار تاعي يعيش لي دايمن نحشوهولي المهم الحاجة اللولى اللي لازم نقو العتبة تعدبه دايمن 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 واليوم من شرح ندير تزرزق ولا راح نسيقوا غير حاجة خفيفة لخضر رايش فيها البرودة وكامل مش رح نكثروا يعني لما والله غير حاجة فوتنا غير نشاف بالصانب وبرعكات ومسحنا شوية غبابر هذي النافخ كنت شريته معاكم في روتين مقبل من واحد السوق يعني شريته هكا بها الرمضان ديرو فيها بوخر ولا وبدأوا يتعمروا لي بالخيوط واستيلاوات يستغلال النافخ وهذا تحبوا باتي الفكرون الفكرون مسكين طلقنا هبه يحس شوية بالحرية خرجناه من المتاع ولا يجري مسكين يجري ونضغي يروح ما نشعر مع يجري نحن نخافوا هذا الفكرون صراحة نخافوا ماشي كما الفكرون نتاعنا لهنا زاد شلالي شوية قارس بح نزيد نخبيه هلاخت الزوجت عيما يشرب لعاصية المحلات ولا قازوز ولا شربات اه يعني اشتواحد كي يكون مريد بالسكر يعني لازم له حاجات طبيعية اطعم تاعي راه هو يفور والماشينا راه يدور دراعي راه هم برا كامل يلعبوا ويعني طلوا التشميصة ما شاء الله اه لهنا عودت رجعت لهذاك الطعام بعد ما فورت وزوج مرات لهنا ندير له شوية تعسمن اه زوجة تاعية اللي هو عنده سكري ياكل بزاف طعام تاع الشعير ولا تعال بلوت ولا تعال القبح اه هذا كلب بيض والله غير مضر يعني مهوش كل مرة واش نديره يعني ماشي دايمن دايمن هذا بسرح المهم زوجة ياكل اكثرية الحاجات الصحية يعني كما كان لواحد كي كان بسحته وكي كنت ننصحه ياكل الحاجات الصحية ما ياكلش حتى وين مرض لي باشه باش هو لا ياكل حاجات الصحية شوفوا الجلبانة جيت الحبة تاحا بزاف كبيرة ما غليتهاش بزاف اه خضره لو نتحه يهب بل يهب هذا هو الفطور تعنا 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 نهار اليوم لبنات و اليوم راني الخميس كثرتش يا طعام على خاطر اح نخلي للجمعة اه للزوج باش يسخن فقط انا رايحال دارنا اليوم شوف الروتين درته لكم الخميس الصباح لبنات و قبل كيكملنا الطعام متاعي اح ندير معاكم وصفة تاع الصعبون لبنات انا هذا الوصفة يعني خدمتها الصباح قبل الطعام بعد مشروف القهوة تعيق بيها البنات و خليتها تجمد مباديك روح للطعام شوفوا البنات هذا الوصفة راهي وش نقولكم روعة 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 انا جربتها من شهر ونصف خدمت زوج حبيت ورد الشوش ولا اي ورود يكونوا جفة اللي عندها هكا ورد حبا تجفة فولا انا هذو شريتو عندي حبة خيارة عندي زوج مالق لحظة عندي زوج مالا عقصار ميزينة وعندي صابون اي نوعية تاع الصابون شوفوا والله نتيجة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني كاضافة للصابون لتصفية الوجد ناحية تسبغات ناحية الكلف تبيض ناحية الحبوب والله النتيجة تعود تهبل تهبل شوفوا البنات قطعت هذك الخيار احان ميكسيه كامل اللي ما عندها شبغاء ميكسو ترحي في الروبوت على الكوكا ولا حتى في سكرفاج المهم الميكسي حتى وين يرجح ما شوفوا اللي انت على الخيار والله العظيم صابون هذا يا البنات قولك انا نحلف لكم ولا خاطر كيشوف حاجة يعني تعجبني وحاجة تخرج عليها نحب كيش غير نحلف لكم باش تصدقوا باش تعرفوا باللي صح نتيجة ما شاء الله هناليا بعد ما رحيت هذك الخيار هناليا هذي الورد الشوش تانيتك نرحيه الورد اللي بنات كان يتباع ورد واحد اخر في عند العشاب انا هذش يتمل عند العشاب نرحي واحد غبرة من بعد نصفيه على خاطر الورد اهي ورقة ماشي يترحى كامل ولا مباشر اللي بنات من زوج ملاعق انا نرحي مباشر اللي بنات حصول على هاد الكميه انا نجبو هاداك الخيار ندير في هاداك الورد انا نضيف هادا كاملية انا نحاول ملعقة او زوج ملاعق كما حبيته وعند هدو زوج ملاعق لحظة من الاحسن نضيف زوج ملاعق ميزينة ملاعق قهوة نضيف ملاعق مكونات ملاح نضيف نضيف ملاعق ملاحق نضيف ملاعق ونضيفه سابون مرسيليا 10.000 حجره كبيره نسكر في جمليح ونحبه تديرو دوف تديرو مثلا صابون تعشب لهم انواع وانواع صابون لتحبه بصح هذا يحبه كبيره شوفو ندير معها كاسمه ونديرو فوق النار مع التحريك المستمر حتى كيشغل نحسو بلي كشغل بدي ذوب لانا البنات الخالد تتعنا تاع الخيار نصفيه نصفيه باش نحن نتحصل غير هذيك على هذيك العسره فقط هذا معك باش هذيك اللوب تاع الخيار كامل ما نديروش في الصابون با ما يجينيش حرش المهم البنات الصابون هادا تقدو حددوشو بيه كامل راح بزاف هايل خاصة مع الدخلات تعصيف مع الاخر الوحدي واللي يعرق المسامات يتفتحوا وننصحكم وكتش تديروه خاصة تديرو تقشير للبشارة المهم شوفوا البنات الصابون على النار قليلة مع التحريك المستمر شوفوا بدأ يذوب شوفوا كما حكذا باشي حتى وانا تحرق لكم وانا تحرقوا فيه يبدأ كيشغل خاثر كما واذا شدوا خاثر بزاف زيدوا للماء البنات حتى نضيف حتى نضيف حرقة حتى نحرك حتى نضيف حتى نضيف للماء البنات اشترك لكم في القناة كيفية صنع صابون وزيوت يعني استخراج زيت الخروة وكيفاش تعرفوا حبوة الخروة شوفوا اللونتاع ومشاء الله لحنا نحرك وهو سخون لبنات نجيب البغاميكسر نعاود نرحيه مليح مليح اشترك زيت الزيتون كإضافة لبنات زيت زيتون مبيضة اكبر مبيضة هي زيت زيتون للجسم خاصة المناطق الحساسة لا تصدقوش بالصح الزيت زيتون مكشفها في طبيض المناطق الحساسة ولا في طبيض الجسم بالصح ما تدروهاش وتروحون شميسة لعنا ايضا انا عندي زيت الخزامة راح نزيد قطارات تاع زيت الخزامة وانتو ما زيتوا الزيت اللي حبيتوا جوز الهند مثلا زيت اللوز زيت اللي حبيتوها زيت الورد اللي حبيتووضيفوها لما عندهاش تدير زيت زيت زيتون راحي تكفي تكفي بالغرض هذه الوصفة انا شفتها في واحد القناة المغربية يعني المغربة معروفين بزاف يعني وصفة اهشاب وصفتها عجبتني بالبزاف روحة وجربتها بيني وبين نفسي يعني سنا تغيز وش حبيت تصابون كيف شفتها مبيضة يعني للبشرة وقلت والله العظيم ما غير نفيد تكون معايا علش لا لا ما نبخلش عليكم هنا جبت انا يضوك بعد ما حردت هذه الزيت المليح جبت مولتع السيليكون هنا جبتهم شوية كبار شكل دائري نفرغها كامل وانتو ما كيما حبيتوا الاشكال ولا المهم مربعة قلوبة كيما حبيتوا المهم عمروا المولتع السيليكون المهم يجمد يا لبنات يا ربي خمسة وعشرين دقيقة عشرين دقيقة تجمد خارج الثلاجة واللي حبت تزرب فيها تديرها داخل الثلاجة كما راكوا تشوفوا نخبطهم باش نخرج لهم شوية هذوك يعني فوقعات على هوا هكذا ونخليها تجمد في عقلها لعنا لبنات نقول لكم ما تنساوليش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس بحيث يوصلكم كل جديد من قناتي لا تنساوش جامل القناة الفيديوهات وخلوا لي تعليقاتكم من فضلك اللي هنا حبوباتي بعد ما هذا السابون خدمته صباح واللي هنا كنت دي جاوجت روحي باش نروح لدارنا يعني اللي هنا السابون تاعي كان واجد لبنات كيما راكوا تشوفوا لبس قشي وكامل يعني اللي هنا باش ندير لكم نهاية للفيديو باش نصور لكم النتيجة على السابون خليته جمد في غرضه اللي هنا راه يقير صبيحة فقط بسح كل ما يطول يزيد يعني يجمد اكثر يشدروحه وشوفوا الحبات كيف هجو شابين لو كان هكالي حبت تتخمم ديروك مشروع منزلي وهاكال مع الديكور اللي تعرف ديكور وكامل خاصة للعرائز وديروه في زيت الورد وكامل يجيكم السابون ما شاء الله ما شاء الله للترطيب والتبيض الجسم يعني لكم ورجالتكم شوفوا وخرجوا لي اللون التحوم يهبل يهبل وكامل وكامل انواع انواع سابون وكامل الكوركوم وكامل الكبريت كامل وان شاء الله كل مرة ندير لكم نوع من انواع سابون يعني البيتي هنا با هنجرب معاكم غير واحدة باش شوفوا بلي راه في رغوة ويعني باش شوفوا رغوة فقط كما راكو تشوفوا والله البنا تجربوه والله انا دائما كن فرح بحاجة ولا تعجبني حاجة والله ما نبخل عليكم دائما نقول لكم الوصفات التي نحتاجها لكم او اي حاجة اعرفوا بلي انا رأني محتمدتها في حياتي اليومية يعني ما نش نصور لكم باش نقولوا بها ندمو شهادات او بها نربحكم انا نفيدكم بحاجة لتفيدني انايا اذا نقول لكم خياتي لا تنسوا ليش جامعة للفيديو فضلا 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 كثيرا للي جام بارتاجوا للقناة اشباه نوصل الى مئة الف مشترك ونفرح معاكم ونفرح معاكم اذا حبوباتي هذا هو الصعب اللي صناعته وكل مي رياح يعني يومين في الثيام راح يولي القاومة متماسك ويولي يهبل 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 ان شاء الله تنجحوا فيه وتفرحوا به ونجربوه بالك ونجربوه شوفوا النتيجة يعني ما شاء الله يعني قلت لكم اللي حب تديروك مشروع والله يعني توليد دخل مصروف روعة خاصة يعني للعرائس هذا هو الشكل النهائي ونجربوه 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 الى الملتقى ان شاء الله سلام